حنين لا ينضب وضفق لا يتوقف حينما نسافر عبر ذاكرة قناة الشروق لمناطق السودان الشاسعة الواسعة نرسم صباحا صورة السودان الزاهية من خلال هذه المساحة تشتهر منطقة ميري بجمال الطبيعة ويرتادها في كل صيف وما بعد الخريف طالبي الراحة والاسيمام من السياح والأسر القادمة من فجاج الجبال والباحثين عن الهدوء بعيدا عن صخب المدن وازدحامها وجوها الحار تقع ميري إلى الغرب من مدينة كادولي وتبعد عنها بحوالي عشرين كليمترا وقد تم تشهد هذا السد وهو بمثابة الخزان الطبيعي للمياه المنحدرة من عالي الجبال وتتجمع في وسطها هذا الخزان شيد في العام خمسة وستين وتسعمائة والف بطول خمسة كيلو متر وبعمق 12 متر ويحفظ حوالي خمسة واربعين ألف متر مقعب من مياه الخريف سنويا واستفاد منها في أغراض متعددة وتتمثل في زراعة الخضروات والمالح وشرب الحيوان الجو هنا في ميري رائع يتخلله نسائم الخريف التي هبت وأخذت تغش المكان وتداعب الجالسين على ظلال الأشجار وتتسلل إلى النفوس رويدا رويدا فتنتعش لها وتتفتح قرائح الشعراء وفيها كتبوا أجمل الكلمات وصاغوا أعذب الألحان فالجو كله فرح ومرح وحبور ميري أخذت هذا الاسم نسبة إلى فرع ميري من قبيلة النوبة وفي هذا المكان تكاد تتلمس عبق التاريخ الوطني بكل عنفوانه ففي هذا الجزء من الوطن ولد المقاتل الذي دوخ الإنجليز وأذاقهم مر الهزائم بانتصاراته المتلاحقة وهو الفكه علي الميراوي ميري احتشد فيها كل جمال الطبيعة وتجلى فيها إبداع الخالق فالمياه ممتدة على مدى البصر والجبال السامقة وكأنها تصافح السماء والأشجار الباسقة المخضرة والأغصان الملتفة والطيور بأنواعها النادرة والسكون ثم الهدوء إلا من زغزغة العصافير وخرير مياه البحيرة التي تبدو كأنها تصافح سفوح الجبال في ود وتناغم بديع رقصة الكمبلة وهي من الرقصات الشعبية ذات الملامح الإفريقية المميزة وتتنوع من قبيلة إلى أخرى في سرعة الإيقاع وحرارة الأداء وترقص قبيلة ميري هذه اللعبة بإقاع متواصب يشبه شيء من طبيعة المناطق الجبلية التي تقصو أحياناً على ساكنيها فيترجمونها في شكل ضربات أعلى الأرجل وحركات الأيدي والعناق في رفق وأحياناً في قسوة كل هذا يحتشد في هذه المنطقة الجميلة وفي كل مناسبات العياد والعراس والتجمعات الاجتماعية الأخرى وفيها تتغنى الحكامة بأغاني الحماسة والشهامة ونغض الظواهر الاجتماعية السالبة وفي مثل هذه المناسبات يتزين الرجال كما النساء بدءاً من الألبسة الملونة إلى قرني الثور الذي يربط على الرأس دليلاً على القوة والحماية والدفاع عن العشيرة هذه المياه المنسابة يجد فيها صيادو الأسماك والحيوانات الأخرى مبتغاهم وتجود بعداد من الأسماك تكفي مرتدي الرحلات على ضفافها الذين يأتون إليها من القاصي والداني ومن أماكن شتى ميري عروس الجبال تتمتع بكل مقاومات السياحة والجمال والترفيه وعلى ضفاف مياه الخزان يمارس القادمين إليها هواياتهم المفضلة للظفر بالراحة النفسية كما يشد المتزوجون حديثاً إليها الرحال وعلى أرضها تقام الحفلات وكل فرد منهم يمارس ما يحبه بكل حرية خاصة الرقص على أنغام الموسيقى بأنواعها كما يتمتعون بركوب المراكب جيئةً وذهاباً في مياه الخزان المناطق التي تتمتع بالمناظر الخلابة في بلادي كثيرة وليست ميري إلا واحدة منها وجنوب كردفان على وش الخصوص حباه الله بجمال المناظر الطبيعية قل لا توجد إلا نادراً وهي تحتاج إلى لمسة من قبل الجهات المعنية حتى تغضو منطقة جاذبة بالسياحة على ألحان الطبيعة اشتركوا في القناة